دون سابق انذار سمعنا اصوات انفجارات عنيفة في مدينة رفح غارات اسرائيلية متتالية اكثر من عشر غارات في مناطق مختلفة بالتحديد في غرب مدينة رفح وفي وسطها الى جانب اصوات اشتباكات عنيفة تدور في هذه اللحظات اصوات الطلقات النارية ما زالت مستمرة كل انواع الطائرات الحربية تحلق فوق سماء مدينة رفح طائرات الحرب من نوع هيلوكابتر الاباتشي الاف ستة عشر الكوات كابتر كلها تشارك في عملية القصف في هذه اللحظات وشاهد اعمدة الدخان تتصاعد بشكل كبير جدا في هذه اللحظات في غرب المدينة ولا تستطيح اي سيارات الاسعاف او الطواقم الطبية التحرك بالمطلق لا احد يستطيع التحرك بالمطلق نحن نتحدث عن اطلاق نار تسمعون معي الآن نسمع معك بالفعل بالفعل نسمع معك الآن 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 غارة جديدة غارة جديدة من قبل الطائرات المروحية التي تشارك لا احد يدري ما الذي يجري في هذه اللحظات تسمعون معي نسمع معك تسمع اصوات اشتباكات عنيفة تدور في محافظة رفح في المناطق الغربية الآن تسمع تسمع الكويت الى مستشفى الكويت الى مستشفى نعم بشكل كبير بشكل كبير في كافة انحاء محيط المستشفى الى جانب ان القصف هو قريب جدا اصوات الطلقات النارية والاشتباكات قريبة جدا حتى هذه اللحظة الآن نسمع اصوات انفجارات عنيفة يبدو ان الاعلام الاسرائيلي كان يتحدث قبل قليل عن حدث امني كبير في محافظة خان يونس ويبدو انه يريد التغطية على هذا الحدث الامني فلذلك يقوم بهذا القصف العنيف على مدينة رفح الى جانب الاشتباكات العنيفة الآن الآن الغارة غارة قريبة غارة قريبة نعم غارة اخرى نعم محمد نرجو ان تتوخى الحيطة والحذر رجاء سلامتك تهمنا بالتأكيد نعم محمد نحن نتابع معك نرجو ان تلتقط انفاسك هذه الصور اذا نتابعها مع الزميل محمد الضعور مراسل الغد الموجود في رفح في هذه اللحظات حيث يرصد لنا العضوان الاسرائيلي على رفح في هذه اللحظات نازلنا معك محمد الضعور هل لا وصفت لنا طبيعة المواقع التي يقوم لاحتلال الاسرائيلي بقصفها في هذه اللحظات في مدينة رفح يعني حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي الاماكن التي يتم استهدافها لا احد يستطيع التحرك بالمطلق الان الكل ينزح الى داخل مستشفى الكويت الان وكل من يتواجدون الان في المناطق القريبة تشاهدون معي في الصورة حالة الخوف الان الكبيرة لان شظايا الصواريخ تصل الى كل مكان الغارات في كل مكان في مدينة رفح صحيح انه لا يوجد اي توغل بري لكن الان سيارات مدنية سيارات مدنية يبدو ان هناك اصابات نعم نتحدث عن اصابات اصابات حالة من الخوف الان والهلع والرعب الكبير الان في مستشفى الكويت الان اعداد كبيرة من النازحين تتوافد الى المستشفى يتواجدون الان ويدخلون الى المستشفى اعمدة الدخان تتصاعد من كل مكان في مدينة رفح طائرات حربية من نوع الاباتشي تقوم باطلاق النار في المناطق الغربية من المحافظة لا يدري ما الذي يجري الان ما الذي يجري في مدينة رفح تفضل محمد اكمل تفضل نعم اذا الى ان يعود الينا اسرائيل محمد محمد عاد الينا تفضل نتحدث عن غارات وسيارات اسعاف تخرج وسيارات مدنية تنقل مصابين الى مستشفى الكويت في هذه اللحظات حالة 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 من الارباك الان حالة من الارباك اعمدة الدخان تتصاعد من شمال ووسط المدينة ومحيط المستشفى الكويت الان تشاهدون معي في الصورة الشظايا تصل تصل الينا بشكل كبير الطواقم الطبية تشاهدون تشاهدون معي في الصورة الان تشاهدون معي في الصورة نتحدث عن السكان بدأوا ينقلون بانفسهم مشيا على الاقدام اصابات وربما شهداء يصلون في هذه اللحظات الى مستشفى الكويت هذا المستشفى الذي هو عبارة عن عيادة تخصصية عيادة صغيرة لا تتسع لاعداد كبيرة من المصابين طبعا صبيحة هذا اليوم شهدت مدينة رفح ربما لم تشهد غارات لكنها الان تشهد قصفا عنيفا ربما هو الاعنف منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ويتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة واحزمة نارية وغارات لا احد يعرف الان ما الذي يتم استهدافه والطواقم الطبية تجد صعوبة كبيرة في ان تصل الى كل هذه المناطق التي يتم استهدافه لان تحدث عن اطلاق نار متعمد من قبل الطائرات الان احضار ربما شهيد يتم الان ربما احضاره في هذه اللحظات نعم ما يتم استخدامه محمد الان هو السيارات المدنية والمعلومات الواردة الينا في هذه اللحظات محمد الدعور ايضا تفيد بان هناك مناشدات من جانب المدنيين لارسال سيارات الاسعاف والدفاع المدني لمخيم يبنى ايضا طائرات الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف مسجد الهدى بمخيم مأيبنا في وساط رفح تفضل نعم بالفعل نحن نتحدث عن اكثر من اكثر من خمسة عشر غارة حتى هذه اللحظة اكثر من خمسة عشر غارة المكان الان كل النازحين هرعوا الى المستشفى لشعورهم انه اامن لكن المكان الذي نتواجد فيه لم يعد هو ايضا الان غارة اخرى غارة اخرى تسمعونها الان غارة اخرى الان الاعلام الاسرائيلي ايضا يتحدث عن ان جيش الاحتلال يشون غارات غير مسبوقة في مدينة ترفح الان ستتحرك الاسعافات ستواجه خطر كبير الان سيارات الاسعاف والعائلات الان تنزح تشاهدون معي لا احد يدري اين سيتوجهون قلنا ان النازحون في حال كان هناك توغلا بريا لا يعلمون اين ستكون وجهتهم على الرغم ان هناك برد قارس جدا البرد قارس جدا لا احد يدري اين سيتوجهون ربما تشاهدون معنا حالة الارتباك الكبير الان الارتباك كبير جدا الاطفال تشاهدونهم الان كيف يتم اخراجهم الان مع عائلاتهم ولا يدرون اين يتوجهون ولا اين يذهبون هذه المدينة التي تكتظ باكثر من مليون ونصف المليون نازح بمعنى ان كل متر مربع هنا فيه عدد كبير من النازحين الآن الآن غارة اخرى الآن الآن حركة النزوح كبيرة جدا كبيرة جدا وغير مسبوقة تشاهدون الاطفال الصغار في هذه اللحظات نحن القناة الوحيدة التي ننفرد الآن بهذا البث الحي والمباشر عبر شاشة الغد نرصد هذه المشاهد الآن لهذه الحركة الكبيرة من النزوح لا احد يدري اين يتوجه في ساعات الليل البرد قارس جدا الاطفال الصغار الامهات كبار السن جميعهم الآن وهم يبكون يحملون اغطيتهم فراشهم تشاهدون الاعداد الكبيرة التي ما زالت تنزح ولا تدري اين تتوجه طيب محمد نعم تشاهدون معي الآن سيارة نعم نشاهد معك سيارات الاسعاف بالفعل ولكن في ظل هذا القصف الاسرائيلي غير المسبوق على رفح والذي يتم في هذه اللحظات الآن من اين يأتي الناس في رفح و الى اين يتوجهون هل هناك وجهات اخرى لهم غير المستشفى الكويتي يقصدونها او يذهبون اليها لا يوجد اي مكان لا يوجد اي مكان يتوجهون اليهم يحاولون ان يهتموا بهذا المستشفى يحاولون ان يجدوا شيئا من الامان في هذا المستشفى الآن الان تشاهدون معي في الصورة شاهدون معي في الصورة لا ندري ما هذا الذي في الجو الآن هل ستطلق الطائرات الآن هل ستطلق صاروخ أم ستطلق نيران رشاشاتها نعم هل هي قنابل ضوئية ربما هي تطلق الآن قنابل ضوئية من طائرات المروحية الآن يبدو أنها قصفت يبدو أنها أطلقت صاروخ يبدو أنها أطلقت صاروخ لا ندري